تختتم ملحمة طوفان الأقصى أسبوعها الأولى بجدارتين جدارة المقاومة الزكية وجدارة الثبات الشعبي والوفاء المقاومة تصمت صاروخيا أكثر من 12 ساعة وفجأة تمطر عسقلان ب150 صاروخا وسديروت ب50 ولتل أبيب ومطار بن جوريون وبئر السبع نصيب أيضا أهداف كثيرة حققتها المقاومة بهذا الصمت أولا أراحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية واستدرجتها إلى الشوارع وقد وقعت إصابات محققة ثانيا اختارت صلاة الجمعة موعدا للإطلاق الهدف تحفيز التظاهرات حيث يسمع صوت القصف في الضفة التي تنتفض ثالثا وليس أخيرا إيهام القوات البرية للعدو بأن المقاومة باتت أضعفة وأن في إمكانها التقدم خاتمة الموقف جاءت بتسجيل قصير للمتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة رسالة مختصرة وواضحة على الشعب الفلسطيني الصمود ثم الصمود وفي جعبة المقاومة المزيد سلوك يرسم مسار المعركة هذه المرة مختلفة كليا لم تكن البداية بيد العدو والنهاية للمقاومة بل الكلمة منذ اللحظة الأولى للمقاومة وحتما هي من ستضع النقطة الأخيرة بينما تنتظر غزة التحاما بريا مرتقبا مع قوات العدو يواصل المقاومون خوض المعارك في الداخل وتستمر الريبة الإسرائيلية شمالا وجنوبا انذارات لا تتوقف ومسيرات واشتباكات واشتباهات في المقابل يواصل الناس دفع فاتورة الدم صواريخ جوالة وأخرى تحفر الأرض وبراميل متفجرة وفسفور أبيض صواريخ وقنابل أمريكية وكذلك أوروبية سلاح يقتل حتى الأسرى الإسرائيليين كل هذا لم يدفع الغزيين إلى الهجرة صمود منقطع النظير يكسر نظريات المحتلين كافة ومشاهد بطولة يسطرها المدنيون قبل المقاتلين إذن هو أسبوع الهزيمة لإسرائيل التي تتآكل سبعة أيام لم تهجم فيها قواتها بعد ربما تهجم وربما لا لكنها حتما تأخرت هذه إسرائيل التي كانت تفاخر بأنها هزمت العربة في ستة أيام الآن تقف أسبوعا مشدوهة مشلولة أمام غزة الصغيرة بالجغرافيا الكبيرة بمقاومتها وشعبها واحد في المئة من فلسطين يحرر كل فلسطين هل من الصعب معرفة الفصل المقبل من دواية الحرب؟